اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خالصا الى ان ذلك يتم عن جهل كامل بالمنطقة ادى الى ايصال العلاقات مع المغرب الى اسوأ حال منذ بداية عهد الديمقراطية واوضح ميستري ان المغرب حاليا لديه علاقات قوية مع الولايات المتحدة الامريكية اكثر من اي وقت مضى في حين تتحمل اسبانيا ازمة الغاز دون ان تفتح الحكومة اعينها الى اننا مع الجزائر لسنا مثل كوبا مع الاتحاد السوفيتي والتي كانت تحصل على الغاز مجانا مطالبا صانشيز بان يتفادى الاستماع كثيرا الى الراديكاليين داخل حكومتها وان يجلس مع اولئك الذين يعرفون حقا كيفية اقامة علاقات مع المغرب مثل وزير الفلاحة لويس بلاناسا نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء